السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلاً فيكم في شرح جديد من مادة RC1 وإن شاء الله اليوم رايح نبلش في شابتر 6 اللي بتحدث عن bond and development length طبعاً هذا الشابتر بنقسم لبارتين البارت الأول رايحين نتحدث فيه عن توقيف حديد التسليح أيوة والبارت الثاني رايحين نتحدث فيه عن كيفية إيجاد الdevelopment length ورح نعرف شهود development length ونوضحه بالتفصيل نبدأ بالبارت الأول اللي بيحكيه عن توقيف حديد التسليح مبدأ توقيف حديد التسليح عشان تفهمه خلينا نخش في مثال عشان أنت تفهم الموضوع بشكل بسيط أولاً لو كان عندي مثلاً عند البيم بهذا الشكل تمام؟ عند البيم بهذا الشكل وعليه لود مقداره W وهذا الـ W طبعاً W ultimate لو عضتك هي أيوة W ultimate طبعاً أنا بعرف أنها يباراً عن 1.2 في dead load زاء 1.6 في live load وجيت أنا رسمت المومنت إليه رسمت البنديم مومنت رسمت البنديم مومنت رسمته لـ distribution load بتكون بهذا الشكل كما هو موضح أمامنا طيب هس أنا فعلياً باجي بصمم على الـ M ultimate اللي هي أكبر مومنت موجود على هاي الرسمة وحكي أنا سابقاً أنها M ultimate بتساوي W وإلتربيه على ثمانية ولنفترض أنه مثلاً طلعت معك والله M ultimate يوم ما جيت حسبتها طلعت معك 40 كيلو bound دوت فيت تمام؟ طيب الآن أنت بلك تيجي تصمم على هاي تروح تطلع Phi M nominal وتصمم وتصمم الأبعاد وتيجي تطلع والله area steel اللي عندك وتطلع بالأخير Phi M nominal بدك تصمم عليها ولنفترض أنت أثناء حل لك وصلت لأنه area steel required اللي طلعتها أو theoretical هي عبارة عن 7 inch تربيه تمام؟ والحديد اللي بدك تستخدمه والله هو حديد نمبر 10 طيب كم عدد السياخ الحديد اللي لازم تستخدمها؟ رح تقول لين هاي عبارة عن area steel required اللي هي 7 على مساحة السيخ الواحد مساحة السيخ الواحد اللي هي عبارة عن Pi على 4 في 10 على 8 الكل تربيه ورح تطلع معك 5.7 أنا ما بستخدم 5.7 سيخ باجي بقول لك عدد السيخ الحديد هو عدد صحيح فبالتالي أنا رح تصير هاي 6 سيخ تمام؟ أنا رح استخدم 6 بارس طيب هسا الآن أنا مساحة الحديد دعت الديزاين اللي عندي شو رح تكون؟ رح تكون 6 number 10 فإذا أنا بدي أصمم على هاي كم رح تعطيني هاي area steel area steel design أو area steel choosing بسموها تمام؟ فarea steel design إحنا خلينا نسميها إيش بتساوي هاي رح تكون 7.36 inch تربيه فأنا فعاليا بدي أصمم على هاي تمام؟ طيب الآن بقول لك لو حكيت لك يعني بعلاقة رياضية بسيطة أنه الـ M Ultimate فعليا يوم أنا جي طبقت على M Ultimate أعطتني M Ultimate قديش بدي area steel required والله 7 inch صح؟ فإذا M Ultimate أعطتني 7 inch تربيه طيب الـ Phi Em nominal بعرفش قديش بس الـ Phi Em nominal عشان أجيبها لازم تعطيني area steel design أو الـ choosing بتساوي 7.36 M Ultimate بعرفها اللي هي عبارة عن قيمة قيمتها كم كانت؟ 40 أحنا افترضناها 40 كيلو لكل فيت طيب لاحظوا أنه من هاي المعادلة تقريبا يعني حعملنا تقريبا علاقة خطية طبعا هاي العلاقة غير دقيقة ولا ينصح باستعمالها المفروض أنت تروح تستعمل الـ Phi Em nominal بساوي Phi في area steel في FY في دي ناقص الاي على اثنين عشان أطلع Phi Em nominal ولكن أنا بدي أوجد لك يعني علاقة هيك بسيطة أيوة بين Phi Em nominal والأريا تحت الديزاين أيوة يعني هاي أي أريا هاي الأريا steel required صح؟ هاي أريا ستيل تحت الديزاين تمام؟ فإذا هاي كلها يعني علاقة غير دقيقة تمام؟ ممكن أحيانا نستعملوها ولكنها غير دقيقة نحن كمهندسين لازم نستعمل هاي طبعا من هاي أو من هاي رح تستنتج نفس العلاقة خلنا نشوف شو العلاقة المستنتجها إنه Phi Em nominal أيوة لو ضربت طبعا هنا تبادلي أيوة رح تقول Phi Em nominal بarea steel required يساوي الـ M Ultimate في area steel تحت الديزاين أو الـ Choosing طيب لو قسمت على area steel required قسمت على area steel required هون رح نستنتج أيوة إيش إنه Phi Em nominal بتساوي M Ultimate على area steel required في area steel تحت الديزاين اللي هادي طيب أنا بتهمني area steel تحت الديزاين هاي لأنه هاي الممكن أنا ألعب فيها كمهندس طيب ونفس الإشي اللي رحض هون أنا area steel بعوضها هون كمان تحت الديزاين تمام؟ طيب لاحظ بالمعادلتين أيوة أو سواء بالمعادلة هاي شفت أو بهاي رح تلاحظ إنه Phi Em nominal تتناسب طرديا مع area steel تحت الديزاين صح؟ صح طيب فبالتالي أنا هون الملاحظة اللي عندي اللي بدي إياها إنه Phi Em nominal إذن تناسبها طردي مع area steel تحت الديزاين بما معناه لو زودت area الحديد رح تزيد عندي Phi Em nominal الـ capacity ولو قللتها رح تقل عندي الـ capacity صح؟ طيب لو أنت شفت البيم هذا اللي عندك رح يكون فيه إيش هذا البيم نفسه وهذا قطاع الخرساني وفي عندك السياخ اللي باللون الأحمر هذو السياخ الحديد صح؟ بتقولي صح؟ طيب إحنا كيف رسمنا المومنت إله؟ رسمنا به هذا الشكل قلت إنه في عندي أنا هذا الخط هذا خط الصفر وبعدين أنا رسمت المومنت على شكل كيرف وهنا كانت عندي M Ultimate طبعا أنت بعد ما طلعت والله من هنا Phi Em nominal رحت والله لنفترض إنك حسبتها ل Phi Em nominal حطيت M Ultimate على area steel required وضربتها على area steel design طلعتها تقريبيا يعني بدل ما تروح تطبق على هذا القانون طبقت على هذا القانون طبعا تقريبيا هذا الإشي كلياته أنا حكيت لك كمهندس لازم تطبق على هذا القانون أنت كمهندس لازم تطبق على هذا القانون بالشغل حتى بالأسئلة تمام؟ أما هذا القانون بس للتوضيح في هذا الموضوع عشان تفهم موضوع توقيف حديث تسليح طيب ف Phi Em nominal نفترض إنك والله حسبتها طلعت معك 42 كيلو دوت فيت طبعا أنا كيف حسبتها القيمة التخريبية هاي عوضت M Ultimate وعوضت هنا area steel required وعوضت area steel تاعته ديزاين له 7.30 ورح تطلع معك القيمة التخريبية 42 كيلو باون دوت فيت طيب الآن لو جيت أنا حكيت لك ننزل لتحت كانت عندنا هنا والله هذا رسمة البيم وعندي هاي رسمة المومنت وعندي والله M Ultimate كانت M Ultimate كانت قيمتها كم كانت قيمتها 40 كيلو باون دوت فيت أما بالنسبة ل Phi Em nominal هي رح تيجي قيمة يعني هاي M Ultimate قيمة Phi Em nominal رح تيجي تحتيها صح اللي هي قيمتها 42 بتقول لو سألتك التصميم هنا كويس بتقول لي آه كويس ليش Phi Em nominal أكبر من M Ultimate إذن معنات تصميمي تمام طب الآن السؤال هاي Phi Em nominal من وين نتجت نتجت عن area steel اللي هو عبارة عن ستة نمبر عشرة صح إذن هاي Phi Em nominal اللي هي القيمتها 42 نتجت عن حديد تسليح ستة نمبر عشرة طيب لو إجيت الآن خلينا نلاحظ هون هذا حديد التسليح الستة نمبر عشرة أنا مسلحه للبار كامل يعني البار كامل من أوله لآخره مسلح ستة بارات كله النمبر عشرة تمام طيب الآن أنت هون هذا الحكي معناته إنه لو إجيت والله نزلت خط من هون مثلا أيوة لو خلينا نغير اللون مثلا نزلت خط من هون إجيت قطعت هون وحكيت لك والله هون قديش قيمة المومنت اللي Phi Em nominal رح تحكي لي قديش قيمة الفاي Em nominal نفسها اللي هي 42 صح ليش لأنه حديد التسليح هون عندي كمان ستة نمبر عشرة ما أتغير حديد التسليح هو لو تغير حديد التسليح تاعد ديزاين بتغير عندي Phi Em nominal لو قللناها أو زودناها رح تتغيره Phi Em nominal مدام مثابت ما رح تتغير طب برضو هون برضو عند هذا المقطع مثلا كمان بتقول لي Phi Em nominal بعدها زي ما هي 42 أيوة أنا هاي فاي إمنو من القيمة ثابتة تمام بدي أرسمها على شكل مستطيل المستطيل اللي باللون البنفسجي طيب هذا المستطيل طبعا شو بيسموه بلوك تمام فإذا يوم أحكي لك بلوك اعرف أنه أنا قاعد بحكي عن هذا المستطيل ماشي طيب الآن لو إجيت تسألتك عن قيمة M ultimate والله هون M ultimate أسا M ultimate وين بتيجي قيمها على الكيرفل اللي باللون الأحمر صح طيب M ultimate هون قيمتها بتقول لي مثلا نفترض ما نفترض مثلا جدل لنها 15 طب هون تيجي بتقول لي مثلا لنفترضها مثلا 25 طيب هسا هون القيم يلاحظ 15 طيب وهون فاي إمنو من القيم 42 طيب لو إجيت قلت لك التصميم كويس أبتقول لي كويس والله أصلا قيمة فاي إمنو من القيمة بعيدة كثير عن M ultimate هنا بالجهة هاي صح طيب بقول لك ماشي إذن تصميمنا صحيح ولكن أنا معنى يوم تكون عندي فاي إمنو منل أكبر بكثير من M ultimate اللي هي الموجودة هون اللي أنا قصدي عنها 15 يعني أنا عندي 42 أكبر بكثير من 15 صح أيوة أنا هون كمهندس لازم أقلل حديد التسليح ليش لازم أقلل حديد التسليح عشان أوفر بالتكلفة تمام أيوة بحيث إني هون لو قللت حديد التسليح مثلا قللت سيخين أو ثلاث بغض النظر أيوة أنا رح أظل يعني مثلا هون بهاي المنطقة اللي عندها 15 بدي أجي أقلل حديد التسليح تمام بحيث إني أقلل من الفاي إمنو منل يعني الكباسة هاي ال42 أنا شو بدي فيها والله كلها تمام وهذا الموضوع اسمه توقيف حديد التسليح إنك إنتي بتيجي بتقلل حديد التسليح مناطق معينة تمام أي وليش السبب إنه في إمنو منل الكباسة لهذا البيم بهذه المنطقة كبير كثير مقارنة بالإم ألتمت اللي هو بدي يشيلها صح ولا لا فبالتالي أنا ليش ما أقلل حديد التسليح وأكسب تكلفة صح ولا لا أكسب إنها التكلفة تقل علي فبالتالي هذا بكون مور إيكونوميكا تمام طيب فحكينا لك كونة والله لو إجينا للرسم الثانية إجيت حكيت لك كونة بهذا الشكل أنا بدي أروح أقلل حديد التسليح طيب دقلل حديد التسليح شو يعني يعني هذا البار مثلا خلينا بس نمسح هذا البار خلينا نمسح طبعا البار الأول البار اللي تحت بيمثلي ثلاث والفوق الثلاث طيب أنا هنا والله يجي دقسم حديد التسليح كيف دقسم حديد التسليح بدي قسمه لثلاثة نمبر ستة وقسمه لثلاثة نمبر ستة تمام إذن أنا فعليا عفوا النمبر عشر ثلاث نمبر عشرة ثلاث نمبر عشرة يعني هن كان ستبارات بدي قسم هنل ثلاث ثلاث نقسم من قسمين طيب بالنسبة للقسم الأول الثلاث نمبر عشرة احنا بما انه قلنا تقريبا العلاقة بين فاي من نومينل and الاريا ستيل تاعت الدزاين علاقة تقريبا خطية اذا هي علاقة خطية تقريبا ايوه هذا الحكي معناته انه لو قلت اريا ستيل ايوه انا قسمتها للنص يعني فعليا هي كان ستة نمبر عشرة فصال ثلاث فصال ثلاث مدام هاي قلت بمقدار نص معناته هاي رح تقل بمقدار نص يعني هاي كانت والله هون 42 تمام معناته رح تقل بمقدار نصف يعني رح تصل لو قسمنا 42 على 2 رح تصل ل21 تمام فاذا هون القيمتها رح تكون 21 هاي القيمة طبعا ام التمت بعرفين ها قيمتها 40 تمام طيب فاذا ضمنيا او يعني تقريبيا احنا قلنا تقريبيا فاي امنو منال اه مدام ايريا ستيل تعت الديزاين انا قللت ثلاث بدل ما كان ستبارات صارن ثلاث بارات والله انا قسمتها لجزئين ايوه فبالتالي هون انا عندي الفاي امنو منال الكباسة تراه تقل للنصف فبالتالي انا في عندي اول حديد تسليح اللي هو ثلاث نمبر عشرة هذا ثلاث نمبر عشرة امدسلح ثلاث بارات نمبر عشرة من اول البيم لاخره لحد الان فيش اختلاف انا فعليه امدسلح من اول بيم لاخره وثلاث بارات نمبر عشرة طيب هذول الثلاث بارات نمبر عشرة قديش مقاومت هنا او قديش الكباسة الهين كان واحد وعشرين تمام بدقول لي تمام طيب هذول الكباسة هذول الكباسة الهين الثلاث نمبر عشرة رح تظل ثابتة على طول البيم. فبالتالي هذا راح يملي بلوك. زي هيك. ماشي. طيب. فاحنا في عندنا هذا البلوك الاول. طب بالنسبة للثلاثة نمبر عشر هذول اللي يظلم. هذول لو اجي تسألتك. وين اجي احطهم. ايوة. احطهم يعني كمان مرة على طول البيم. لو حطيتهم كمان مرة على طول البيم. انا رجعت لستة نمبر عشر الحال الاولانية. وما قلل التكلفة. طب وين احطهم. بتقول لي حطهم بهاي المنطقة. صح? مش هاي المنطقة اللي انا ظللتها. ايوة هاي المنطقة فعليا نقصها هذه التسليح. عشان ايش? عشان الphas ايمنوميال كباسية عندي تزيد. وتطلع عن ايه الامالتامت. فبالتالي ان لو حطيتهم في هاي المنطقة. يعني من هون. من هاي المسافة لهاي المسافة. انا فعليا هنا برجع لامالتامت. صح؟ وبكون عندي برجع عفوا اكبر من ايه الالتامت. يعني برجع على في ايمنوميال. وبالتالي بكون عندي البلوك بهذا الشكل فأنا صار عندي بلوكين إذن أنا تصميمي قسمت له جزئين فبالتالي صار عندي بلوكين البلوك الأول كان عبارة عن ثلاثة نمبر عشرة البلوك الثاني كان كمان ثلاثة نمبر عشرة ولكن الثلاثة نمبر عشرة وين وين لوين بدي أحطهم خلينا نشوف هنا على الرسم رح أجي أحطهم من هاي المسافة إلى هاي المسافة تمام فبالتالي أنا هنا رح أحط حديد التسليح تاي رح أجي أحطه طيب. فبالتالي هنا حديد التسليح الثلاث بارات نمبر عشرة اللي يضلوا. هذا اسمه توقيف الحديد. انت فعليا هذول الثلاث سياخ وقفتهم هون. ما كملتهم لنهاية البين. طيب هسا حكا لك انت هل راح توقفهم هون بالضبط? قال لك لا مدهم شوي كمان. مدهم شوي هون. بعدين سكرهم ومدهم هون شوي. وسكرهم. تمام? هاي اللي شوي اسمها develop length. تمام? راح ندرسها في البارتي القادم ان شاء الله. بس خلينا راح نفهم موضوع توقيف حديد التسليح. طيب سؤال هل انا بس بدي اقسم يعني لجزئين? قال لك لا انت تقسيمة حديد التسليح عندك زي ما بدك. كل ما قسمت لاجزاء اكثر انت بتوفر تكلفة اكثر قاعد. غالبا هم بقسمه ومش لجزئين لثلاث اجزاء كمان. طيب اذا انا عندي ست بارات نمبر عشرة والله. بدي اقسمها لثلاث اجزاء. ثلاث اجزاء كيف اقسمها لثلاث اجزاء? خلينا نشوف بالرسم الثاني. بالرسم الثاني دقسم على ثلاث اجزاء يعني ست بارات نمبر عشر. دقسمها اثنين نمبر عشرة اثنين نمبر عشرة اثنين نمبر عشرة. اول نمبر عشرة راح يكون من اول البيم لاخره. اذا هذا راح يكون تسليح من اول البيم لاخره. بس خلينا ن Veg тебя البعم. هاي. جزئية اللي فوق هاي. جزئية البار هاي. فإذا أول اثنين نمبر عشرة هم عبارة عن البار هاث تمام البار الطويل هم مش بار بارين بكونوا فبالتالي أول بارين نمبر عشرة رايح أسلحهم من أول بيم لآخره طيب هسا أنا عندي قسمتهم لثلاث أجزاء يعني أريا ستيل تاعتي ديزاين أنا قسمتها لثلاث صح أنا قسمتها لثلاث فبالتالي رح تتقسم عندي نمبر عشرة صح لأليش عشان تكون عندي اثنين نمبر عشرة طبعا احنا قلنا العلاقة بين فاي من ومنا الوري ستيل ديزاين هي مش علاقة فعليا خطية بتكون وإنما هي كيرف بتكون فعليا ولكن احنا تقريبا قلنا لها علاقة خطية تقريبا وعشان أوضح لك ثكرة توقيف حديد التسليح طيب فبالتالي فاي من ومنا رح تتقسم إلى ثلاث أجزاء يعني بمعناته أنا عندي كانت هي 42 رح أقسمها على ثلاث بحيث تعطيني هون 14 بعدين رح أزود كمان 14 فإذا عندي ثلاث أجزاء فعندي هذا الجزء وعندي هذا الجزء وعندي كمان هذا الجزء تمام نجي إلى البلوك الأول البلوك الأول تاع الكباسيتي إله قديش 14 أيوة كانت عندي اثنين نمبر عشرة هذول من أول البيم لآخره تمام فبالتالي هذ البلوك الأول بدي يكون زي هيك حلو حلو طيب فالبلوك الأول هذا إيش لعلى طول البيم كامل طب بالنسبة للبلوك الثاني البلوك الثاني اللي هو يوم ما أضفت كمان بارين أيها الآن عن 08. fry Löw tv 28 من تبدء من عند تقاطع من د 600 عاما اللية اللي ثانية ما يقضون بالنسبة كون الثاني راح يكون زي هيك تمام وبالتالي المسافة اللي بدأ حط فيها كمان السيخين اللي ظلوا اللي هي هاي فانا السيخين اللي ثانيات راح أحطهم على المسافة هاي طب وين أحطهم أحطهم بالصف الثاني ولا أحطهم بالصف الأول دقيقة منيجي بنرجع احنا منقول أن كانت قديش عندي 5.7 صح ايوة قربناها زودناها لستة لانا بصيرش انا غير أحط عدد بارات عدد صحيح طيب هسا الخمسة فاصة سبعة هاي بالسطر الواحد تمام طب أنا يوم أاجي بدي أحط كمان اثنين للاثنين الأولانيات أنا بكون حاط أربع سيخ طب أربع سيخ أقل من الخمسة فاصة سبعة صح مدامهم أقلنوا لأربع خمسة فاصة سبعة معناته هذا البيم بسع كمان سيخين أحطهم على نفس الصف تمام فبالتالي راح أاجي أحط السيخين على نفس الصف تاعة السيخين الأولانيات بنفس الصف زي هيك وبعدين قلنا راح أاجي أمدهم شوي هنا وبعدين هنا أسكرهم تمام واضح فإذا نهضر بالنسبة للسيخين الثانيات أيوة لاحظ أنه أنا هنا اختصرت مسافة اختصرت كمية من حديث التسليح طبعا هاي كمية حديث التسليح أنت بتشوفها قليلة على بيم واحد ولكن أنت يوم يكون عندك والله عشر بيمات ولا تسع بيمات مثلا بالمنشأة اللي عندك والله هنا بتفرق معك صح ولا لا راح تطلع بكمية راح توفر كمية حديث التسليح محترمة يعني تمام فبالتالي إحنا هدفنا هون توفير كمية حديث التسليح طيب نيجي للبلوك الثالث لبلوك الثالث هو أني أزود كمان اثنين نمبر عشرة فبالتالي أنا وين راح أصل راح أصل لا 42 طب هاي ال42 من وين راح تكون راح تكون من هون لهون تمام فبالتالي هذا هو البلوك الثالث واضح إذن مسافة البلوك الثالث رايح تكون من هون هيك لهون طيب نيجي هون أنا صار عندي 6 سياخ الآن أنا هون عندي صار بالمنطقة هاي الهون هاي المنطقة صار فيها 6 سياخ طيب 6 سياخ أكبر من 5.7 معنات راح أطلع بالبارين اللي الجداد راح أطلع درجة ثانية تمام لأنه إيش هو فعليا البيم نفسه مقطع البيم بسع 5.7 بالسطر الواحد بس أنا قلنا ما منحط إحنا 5.7 هاي منحط 5 يا 6 صح وين منحط منحط 6 طيب فبالتالي أنا حطيت أنا بالجزئية لولا 2 الاثنين حطيتهم نفس السطر طب نردت زدت 2 بعدهم لستعتهم 4 أقل من 5.7 فبالتالي بعدهم أي يعني الصف الواحد بسع 4 طيب يوم آجي بدا حط كمان اثنين أزودهم هذول اثنين ما بزبط أحطهم على نفس الصف اللي هو الصف الأول ليش لأنه هنا أنا بكون فبالتالي راح أطلع للصف الفوقاني وأحط هنا كمان اثنين فبالتالي هذول اثنين طبعا إحنا زي ما حكينا هاي المسافة هون ما بحطهم بالضبط على هاي المسافة راح أمدهم مسافة معينة وبعدين أسكرهم تمام وهاي المسافة سميناها بالdevelopment length ورح نوخذها إن شاء الله ونوضحها في البارت القادم المهم تعرف أنه هاي المسافة راحين نعرف نجيبها كمان في البارت القادم طبعا هدف هاي المسافة إنه سياخي الحديد عندي ما يعني تزحلق ما يعني ما تمصى أو زي ما بحكوها ما يصير لها sleepage أيوة يعني أثناء الضغط على هذا البيم تمام طيب إذن اللي بدي إياك تفهمه إنه فعليا التقسيم لهاي البلوكات إحنا تقسيمتنا البيم لهاي البلوكات هدفها كلياتها إنه نوفر كمية حديد التسليح تمام طبعا هاي الطريقة بتطلع لك exact المسافة اللي أنت بدك إياها يعني هاي المسافة من هون إلى هون بتطلع لك إياها exact بالضبط حيث إنك مثلا شوف البلوكات يوم إحنا قسمناهم بالبلوكات أيوة البلوك الأولاني مثلا كان 14 البلوك الأولاني احتوى هاي المنطقة صح احتوى هاي المنطقة اللي فيها أم ألتمت تمام فهو كان أعلى منها طب بالنسبة للبلوك الثاني بالبلوك الثاني علينا ل28 أيوة ما كانت على طول البيم كامل يعني ما حطيت أربع سياخ حديد أيوة مهلا أربع سياخ حديد نمبر عشرة بعطلني 28 بس ما حطيتهم على طول البيم كامل لأ حطيتهم بالمنطقة اللي أنا بحتاجها بالمنطقة اللي فيها أم ألتمت والله بدها أربع سياخ نمبر عشرة وين ها المنطقة اللي هي هاي وهاي تمام أيوة فحطيتهم أنا هون طيب بعدين زودت كمان سياخين صاروا ست سياخ الست سياخ فعليا أنا ما حطيتهم على كامل البيم لأ حطيتهم بهاي المنطقة اللي هسا لونيتها بالأسود تمام ليش كل هذا قلل علي تكلفة حطيتهم بهاي المنطقة عشان إيش أطلع بالفي إمنومنال وتكون 42 أكبر من إم ألتمت اللي أنا بصم عليها اللي هي كانت 40 تمام وبالتالي أنا هون أطلعت البلوك الثالث طيب بصير قسم لأ 4 بلوكات بصير تقسيم جديد ما مرتلك على المزاجة ولكن هم غالبا بيجي بقسم لأ 3 بلوكات طيب هاي المسافات كيف أعرفها يعني كيف أعرف مثلا المسافة هاي من هون لهون هاي المسافة كاملة كيف أعرفها أيوة هنا بتيجب تستخدم معادلة المومنت خلينا أحط لك هذا اللون أيوة هاي المسافة من هون لهون مثلا اللي هي مسافة البلوك الثاني تمام طيب مسافة كمال البلوك الثالث هاي من هون لهون كيف أعرفها أيوة فهون أنت بتيجي لمعادلة المومنت معادلة المومنت في حالة كان عندك لود زي ما حكينا لود هي كان ديستربيوشي لود بهذا الشكل أيوة وطبعا عندك كونة سببورتس معادلة المومنت اللي عمل لي هذا الكير معادلة رسمة المومنت هاي ايش بتساوي قل لك المومنت بساوي طبعا معادلة مكتوبة تحت مش شرط تحفظها فخلينا روح نجيبها من تحت أحسن وأوضح هاي ها المعادلة هي عبارة طبعا مش 82.5 هي بتكون W على 2 يعني هاي القيمة هي عبارة عن W على 2 تمام أيوة تقدر تشتق المعادلة هون إذا بدك نشتقلك هيها بالرموز بلاش بالأرقام المعادلة خلينا نشتقها هون طبعا عندك هاي قلنا قيمتها W أيوة فأنت شو بدك بدك المومنت عشان تيجي تطلع المومنت طبعا لازم نطلع reaction هون أيوة هون reaction طبعا هاي المسافة هي L تمام فبالتالي بتيجي بتقول لي اللود رح يكون قيمته W في L وما تيجي تركزه هون تمام طبعا للي ما بعرف هاي الشغلات هي static بس أنا قاعد اشتق المعادلة وديك تحفظها يعني مش مطلوب منك فهمها بالضبط كيف اشتقيناها ولكن أنا قاعد بعمله إنه رح أركز اللود هذا اللود distribution المستطيل رح يجي يتركز هون مقدار تركيزه رح يكون W في L اللي هي المساحة مساحة المستطيل طيب هاي ال W في L رح تعطي هون W و L على 2 ورح تعطيني هون W و L على 2 صح؟ بعدين رح أجي أقطع يعني رح أخذ هذا المستطيل وأقطع مسافة X تمام؟ مشان نطلع المعادلة على مسافة X فبالتالي هاي هذا القطع رح أجي أخذه هون طبعا هذا الحكي أخذناه ب structure 2 أخذناه ب static وأخذناه ب structure 1 أيوة فبالتالي طبعا مش مهم كثير يعني تفهمه بالضبط المهم تحفظ المعادلة بالأخير طيب وهاي المسافة X وطبعا هاي المومنت اللي عندي لأنا بالديابة أخذ مجموع مومنت عند هاي النقطة لو أخذ مجموع مومنت عند هاي النقطة وطبعا هذا اللود مقداره W وهاي بتتكون W في X وهاي المسافة رح تكون X على 2 فبالتالي انت بدأك تيجي تطلع هاي المومنت تبتيجي بتقول لي والله المومنت تساوي رح تكون عبارة عن رح تكون عبارة يعني عن W L على 2 في X ناقص W X تربيه على 2 هيك هيك على ما أظن هيها هنا كمان مكتوبة بس هنا مكتوبة بالأرقام تاعات السؤال اللي رايحين حلوا إن شاء الله هيها بالضبط فيها X تربيه على 2 وفيها هنا X وهاي جابوها من W على 2 وهذا الرقم 5.5 جابوه من W تمام W في X هاي كاملة كانت W في X هاي القيمة نفسة W 5.5 طيب إذن بديك تحفظ هاي المعادلة إحفظ إنه W L على 2 في X ناقص W X تربيه على 2 إحفظ معادلة المومنت هاي تمام هاي معادلة المومنت طبعا كيف جبناها من رسمة المومنت وهاي شغلات يعني بال structure 1 structure 2 يعني أكيد مرت عليكم أكيد أخذتوها ولكن يعني اللي مش متذكرها زي ما حكينا إنك بس بدك تركز المومنت هون بتحط هاي W في L تركيزها نطلع الرياكشن هاي بتكون W و L على 2 هاي W على 2 تيجي هستبدك تقطع هون على مسافة X معينة تمام هاي مسافة X بتيجي بتأخذ طبعا هذا القطع تاعك بتروح بتطبق عليه بطلع عندك طبعا من القطع مومنت وبطلع عندك نورمال وبطلع عندك شير بس أنت بهمك بس المومنت تمام فبتيجي بتأخذ مجموعة المومنت عند هاي النقطة وبعدين بس تخمج مومنت عند هاي النقطة رح تصفي عندك هاي المعادلة تمام بالمتغيرات هاي الـ X هي المسافة اللي أنا بديها الـ W أنا فعليا بعرفها تمام والـ L كمان بعرفها ماشي بتكون معطاف السؤال طيب الآن أنت من هون بتقدر تيجي تطلع المسافات اللي أنت بدكيها المسافة اللي حكيت لك عنها أيوا هسا أنت فعليا لاحظ أنه هذا اقترام برابوليك صح هاي الرسمة هي رسمة برابوليك يعني لو خلينا نيجي نرسمها تحت أو هون زي ما هي مرسومة هاي الرسمة هي عبارة عن برابوليك ونيجي نحط مثلا ثلاث بلوكات عندي كان هاذ بلوك واحد هاذ بلوك الثاني وهاذ بلوك الثالث البلوك الثالث كانت قيمته 42 البلوك الثاني 28 والبلوك الأول كان 14 طبعا إحنا كيف نبلش نبلش دائما بالرسم من البلوك الأول بعدين من نحط فوقي البلوك الثاني بعدين البلوك الثالث تمام ما بصير تبلش بالعكس تمام طبعا إحنا حكينا بدي أعرف مثلا هاي المسافة أو خلينا نحط لون هون بدي أعرف هاي المسافة اللي هي المسافة من هون لهون هاي المسافة اللي بدي أحط فيها عديد تسليح عشان البلوك الثاني عشان تكون الكبسة عندي فيه 28 تمام طيب فهاي المسافة كيف أعرفها رح أجي أقول الـ كم 28 اللي هي نفس المومنت إذا المومنت هذا بساوي تمام فهاي بتساوي 28 رح أساويها في WL على 2 في X ناقص WX تربيع على 2 عندي W وعندي WL على 2 وعندي طبعا هاي المعادلة تربيعية رح تطلع لقيمتين لـ X رح يطلع لـ X1 و X2 تمام X1 شو هي لأنه هذا اقترام بربو لك X1 اللي هي المسافة من هون لهون اللي هي المسافة الزغيرة تمام X2 اللي هي المسافة من هون لعند الطرف لعند طرف السببورت ماشي أيوة في X2 لو طلحت X2 من X1 رح تطلع معاك المسافة هاي اللي بدك إياها اللي بدك تحط فيها حديد للبلوك الثاني طب البلوك الثالث نفس الإشي اللي بلوك الثالث بس شو بتعوض بس أنت بتغير في منو منال البلوك الثالث كانت في منو منال فيه والله 42 فبتيجي بتعوض 42 بدل الـ 28 هاي وبيجي بطلع معاك X1 هاي وهاي المسافة من هون لهون هي X2 تمام فإذن احنا شو فعليا عملنا احنا فعليا هون هدفنا كان هو توفير كمية من السياخ الحديد هدفي كان أنا كمهندس ما أحط الـ 6 نمبر عشرة أو 8 نمبر عشرة أو 9 نمبر عشرة ما أحطهم مثلا على طول البيم كامل بالعكس ليش السبب وراه هذا الإشي أنه الكباسيتي على أطراف البيم بتكون أكبر بكثير من M Ultimate زي ما وضحنا هذا الإشي بالرسمة بأول رسمة يعني أنا كانت عندي هيك وكانت عندي هاي في الفاي إمنومنال وكان أنا عندي والله هذا البلوك تاع الكباسيتي فالكباسيتي كانت الفرق بين هون وهون كانت شوف الفرق الفرق كبير كثير فبالتالي أنا ما بدي أحط حديد على طول البيم تمام ما بدي أحط حديد على طول البيم كلياته يعني يكون بنفس الرقم 6 نمبر عشرة مثلا المثال اللي أخذناه بل أنا بدي أقسم هذا الحديد بدي أقص منه مشان إيش مشان أوفر كمية حديد عليه طيب فيجينا شو حكينا حكينا بتقسم الحديد بالعادة بيقسمونا ثلاث بلوكات البلوك الأول مثلا زي حكينا أنه بكون 2 نمبر عشرة والبلوك الثاني 2 نمبر عشرة بترد تحط فوقيه والبلوك الأخير 2 نمبر عشرة تمام يعني فعليا أنت كان نهن 6 نمبر عشرة تمام أيوة حطيت 4 نمبر عشرة بالبلوك الثاني البلوك الثاني طبعا كان هو 4 نمبر عشرة والبلوك الأول في 2 نمبر عشرة صح زيك يعني البلوك الأول اللي هو الـ 2 نمبر عشرة أطاني 14 وقلنا فبالتالي هاي البلوك الأول تمام طيب البلوك الثاني صار فيه أربع السياخ بس من وين الأربع السياخ بدي حطهم من هاي المسافة حكينا لهون طيب والبلوك الأخير اللي فيه ستة السياخ بدي حطه هون شوف انت مثلا هاي المساحة اللي وفرتها شايف هاي كان فيها سياخ حديد المساحة اللي هون كان فيها سياخ حديد صح فانت يعني سياخ الحديد شلتها تمام وبالتالي انت وفرت كمية حديد طبعا هدفنا احنا نعرف المسافة كمان اللي بتنحط عليها سياخ الحديد حكينا المسافة بجيبها من معادلة المومنت WL على 2 في X ناقص WX تربية على 2 بجيب X1 و X2 طبعا هذا اقترام بارابوليك فبالتالي طبعا يعني إشي طبيعي يطلع عندي قيمتين لX اللي هنا X1 و X2 ولو طلحت القيم الكبيرة من الصغيرة راح تعرف المسافة اللي أنت بس بدك تحط عليها حديد تسليح تمام؟ طبعا هاي المسافة بتكون من الجانبين هذا السنتر مثلا للبيم اللي عندك بتكون هاي المسافة قدها هاي المسافة من هون ماشي؟ وحكينا أنه في حديد تسليح عندي راح يطلع عن هاي المسافة شوي هاي المسافة اللي شوي اللي طلع عنها حديد التسليح راح نسميها development length وإن شاء الله في البرت القادم راح نشرحها طيب الآن خلينا نشوف مثال على حالة توقيف حديد التسليح طيب قبل ما نفوت بالمثال بس خلينا نشرح على السريع اللي هو في حالة negative moment negative moment اللي هو المومنت السالب هس احنا اخذنا على المومنت اللي بعطيني tension صح؟ طيب لو كان أنا عندي بيم بهذا الشكل طبعا هون عندي support بس هون في عندي support هاي هون support أنا مش راسمه تمام؟ فبالتالي أنا هون عندي support وعندي support هون وهون عندي can deliver طيب هنا رسمة المومنت راح يطلع عندي طبعا أنا عندي load على هذا البيم load هيك موزع وعندي طبعا هون load أيوة رسمة المومنت راح يطلع عندي بهذا الشكل أيوة انه هاي الجهة الجزء السفلي راح يشيل tension فبالتالي المومنت راح يكون عندي curve للأسفل أيوة وبالنسبة للnegative moment الnegative moment بيكون بهاي المنطقة تمام؟ اللي هو منطقة support فبالتالي راح يكون عندي negative moment هون واخر شيء المومنت راح يصفر تمام؟ طيب أنا اللي بدي أكتفهمه هون كمان نفس المبدأ انه أنا بالnegative moment أو حتى بالتنشن بالمومنت تاع التنشن أو البوزيتوف مومنت احنا بنسميه أيوة نفس المبدأ بدي أعمل بلوكات طيب كيف بدي أعمل هاي البلوكات؟ والله مثلا أنا حديد تسليح نفترض مرة ثانية أنه ستة نمبر عشرة كم أيوة فأنا بدي أحط مثلا اثنين نمبر عشرة بعدين أحط فوق الاثنين اثنين فيصير أربع نمبر عشرة بعدين أحط فوق الاربعة كمان ثنين فيصير نرجع نفتعة ستة نمبر عشرة تمام؟ فبالتالي هون أنا رايح أحط من هاي المسافة لهاي المسافة إبلوكات فالبلوك zona أول راح يكون عندي هيك الابلوك الثاني راح يكون من هون لهون الابلوك الثالثة راح يكون من هون لهون تمام؟ وهكذا طيب بالنسبة لهذا никиتب مومنت كمان نفس المبدأ ماكسموم الموانت هي أحضر المحصول على الموقع فأنا قد أطلع في أمنو منها طبعا أمنو منها لحسب التصميم على أمنو تكون هنا مثلا أكبر هذه الكبيرة هذه لحددة التسليحة الكلي لو بدأت التسليح من الطرف الفاض لطرف الفاضة والله دحض عدد التسليح من هذا إلى هنا تمام؟ أيها بس أنا شوف أريد أن أعمل أريد أن أقسمها لبلوكات فبالتال بلوك الأول عندي سيكون مثلا هنا الهني الثنين نمبر ستة مثلا نمبر عشرة Additional هاته نمبر عشر سيكون من هون هيا بتتكون البلوكات بس انا في عندي ملاحظة بسيطة ايوه هون اللي هي على البلوك الاول مثلا البلوك الاول انت بس تيجي تحط حديد تسليح ايوه تاعه فعليا انت لازم يعني حديد التسليح مش انه بس تيجي توقفه هون طبعا فعليا ما بيجي ببوقف عند حفة السبورت لا هم مفروض انت تطلعوا لبرا شوي بس احنا ما منطلعوا لبرا ليش لانه بصدي الحديد صح فبالتالي هم شه بعملوا بروحوا بيعملوا بيلفوا هيكت بلفوا الحديد emerge وبلفوا هيكت بحيث هم يعني بطعجوا عشان الحديد كمان مرة ما CT او الحديد ما يمصع او يزحلق من الخراسانة وراح نشوف هذا الحاكى كلهاه بـبدSpeedightPHE إن شاء الله ونطلع قيمة Custom Headije and HassREE هم يدخل الحديد فيها جول الخراسانة علشان الحديد ما يصير له طيب طيب اه نأجي لان احنا طبعا هاي بس شرح على حالة negative moment وهنا عندك positive moment المهم تعرف لي انه انا هدفي اوفر حديث تسليح عشان اوفر حديث تسليح باجي مش عكل قطاع البيم ايوة بحط يعني عدد بارات نفسه يعني مش عكل القطاع بحط عدد بارات نفسه بل انه بقسم هاي الاجزاء لثلاث بلوكات بحيث عندي البلوك الطويل اقل بلوك بكون في مثلا اثنين نمبر ستة بعدين باجي بزودهم اربع نمبر اثنين نمبر عشرة بعدين بزودهم لاربع نمبر عشرة لاربع نمبر عشرة بحطوهم على مسافي اقل ايوة والاخر ايشي ستة نمبر عشرة بحطوهم على مسافي اقل طبعا افرض كانوا والله عندي ثمانين نمبر عشرة كيف اقسمهم مثلات انت بتقسمها كيفك يعني ممكن تحط اثنين نمبر نمبر عشرة بعدين اربع نمبر عشرة بعدين ترد تحط اخر ايش ايش اربعة ترد تزيدهم اربعة فبالتالي يصيروا ثمانين نمبر عشرة يعني مثلاً لو كانوا ثمانية نمبر عشرة هون نكتبها أيوة أنت ممكن بالجزء الأول لبلوك الأول تعطيه ثنين نمبر عشرة اللبلوك الثاني ترد تزيد هذول اثنين فيصيروا أربعة نمبر عشرة والبلوك الأخير إيش تحط تزيدهم أربعة ويصيروا أربعة ثمانية كلهم نمبر عشرة فأنت عادي يعني حرب التكسيم تاعت البلوكات تاعتك تمام ننجي الآن نحل مثال على الموضوع اللي شرحناه طيب المثال بحكي لك حدد لي إذا نبدو النقاط المسافات لبلوكات المختلفة عندي نشوف شو معطيك أول إشي يوم يحكي لك يعني شلنا اثنين بارز شو يعني شلنا اثنين بارز يعني احنا في عندي اثنين بارز هذول اثنين بارز هم اللي جايات على طول البيم كامل تمام طيب and then determine the points where two more bars can be cut off أيوا فبالتالي أنا في عندي كمان two bars صار لهم كمان cut off هذول الثانيات طب عدد البارات الكلي كلات وعندي ستة فأنا عملت أول شي cut off لاثنين فرجعوا أربعة صاروا أربعة نمبر تسعة تمام cut off يعني نقصتهم شلت منهم اثنين هس هذول الثنين اللي شلتهم مش معنات وشلتهم طلعتهم من البيم لا زي ما حكينا هذول الثنين هم اللي بدي ما أحطهم على طول البيم كامل تمام أيوا فبعدين الأربعة نمبر تسعة رديت عملت بحكي لك رديت عملت مور cut off لتو بارز تانين اللي هم صاروا هذول الأربعة صاروا اثنين كمان نمبر تسعة فبالتالي أنا بدي النقاط اللي هين المسافات لوضع الاثنين نمبر تسعة أربعة نمبر تسعة ستة نمبر تسعة بدي المسافات لوضعهم تمام اللي هين نفس سن بقول لك حدد للpoints اللي هين نفس المسافات طيب معطيك FC' 3000 PSI معطيك FY 60.000 PSI لو يجينا من أن نرسم هاي الرسمة بشكل عام اللي هو هذا عندي والله البيم أيوا وكان عندي هون في عندي لودات طيب وطبعا في عندي هاي هون رسمة المومنت طبعا هاي اللودات هايها موجودة هون عندي دابلي و ألتمت فبالتالي أنا عندي هون ام ألتمت رح تكون ام ألتمت حكينا هاي عبارة عن دابلي و ألتر بي على ثمانية تمام طيب أنا التصميم عندي راه يكون على شكل ثلاث بلوكات ليش لانو عندي ستة نمبر تسعة وقال لي والله قسمني هانا أول إش يعمل لي cut off لاثنين بعدين رد cut off لكمان اثنين شو يعني هم كانوا بالبداية ستة فعمل cut off لهم صار الاثنين صاروا أربعة رد عمل كمان cut off صاروا اثنين أنا من وين ببلش ببلش من البلوك الصغير أصغر من البلوك أفواني اللي بكون على طول البين كامل اللي هون قصدي بالصغير يعني انه بكون اثنين نمبر تسعة فبالتالي أنا عندي هون اثنين نمبر تسعة صح؟ بعدين قلي أربعة نمبر تسعة بعدين بصيروا ستة نمبر تسعة تمام؟ هاي الستة نقص منها اثنين صارت أربعة رد نقص منها اثنين صارت اثنين تمام؟ فأنا من وين ببلش الرسم تاعي لو بدي أرسم؟ بقول له أنه في عندي أول بلوك هو هيك كان اللي هو ثنين نمبر تسعة هذا فيه طب البلوك البعدي بكون من هون مبلش لهون فبالتالي هاي أربعة نمبر تسعة طب البلوك الأخير بكون هون اللي فيه ستة نمبر تسعة أكثر واحد تمام؟ فهي ستة نمبر تسعة هو ايش طالب؟ طالبني فعليا المسافات يعني المسافة هاي من هون لهون المسافة اللي بدي أحط عليها أربعة نمبر تسعة والمسافة هاي كمان تمام؟ للكتقف الثاني أي واللي بدي أحط عليها ستة نمبر تسعة فبدي أشوف المسافي هاي والمسافي هاي تمام نتيجة الكتوف نتيجة التكسيمي تاعيتي أي وطبعا هذا كله زي ما حكينا بوفر بكمية الحديد اللي أنا رح أستخدمها طيب لازم طبعا هنا تنتبه بأول حالة بدك تقول كتوف لاثنين بارز تمام طب بالكتوف لاثنين بارز بدك تنتبه طبعا هون بتغير عندك بس اريا ستيل ولا فعليا كل التطبيقات اللي طبقناها عشان طبعا في امن ومن الوائي لآخره كله نفس الاشي طيب يوم ما تعمل كتوف لاثنين بارز يعني هني كان ستة نمبر تسعة صار الأربعة فأنا بشتغل على مين على أربعة نمبر تسعة تمام أنا كايني شلت اثنين بارز فأنا قاعد بشتغل على الأربعة نمبر تسعة اللي هي المساحة ماشي البلوك الثاني البلوك البلوك اللي بالوسط طيب الأربعة نمبر تسعة كم مساحة والأريا ستيل له بتقولي أربعة أربعة نش تربيه صح لأنه السيخ نمبر تسعة مساحة واحد وعندك أربعة سياخ فأربعة ضرب واحد فتطلع عندك أربعة نش تربيه أيوة طيب الآن بدك تيجي إيش تطلع في حالة عندك أربعة نمبر تسعة بتنسى طبعا هذا أنه هنا حكالك ستة نمبر تسعة هي بتنساها احنا بنشتغل على أربعة نمبر تسعة لأنه عملنا كاتوف لاثنين لو بدك تشتغل على ستة نمبر تسعة معناته أنت مش عايب لكاتوف فعليا أيوة أنت قاعد تشتغل على البلوك الفوقان تمام أو البلوك يعني اللي هو آخر بلوك أو أعلى بلوك اللي بطلع لك فاي امنومنال الكلية أعلى فاي امنومنال تمام عندك فبالتالي إحنا لا بنشتغل قاعدين على أربعة نمبر تسعة عشان أطلع المسافات طيب فأنا قاعد بشتغل على أربعة نمبر تسعة الاريا ستيل عندي أربعة فما رح أشتغل على ستة نمبر تسعة لهي الاريا ستيل ستة طيب شو بهمني؟ بيهم نطلع phi من المنال حكينا سابقاً وفي من المنال للمستطيل زي ما كنا نطلحها سابقاً هي عبارة عن phi في area steel في في d-a على 2 طيب شو بدي بدي ال a طبعاً الفاي كمان لازم تروح ايش تطلحها عن طريق التنشن أو عن طريق التنشن طيب ال a small كيف أطلحها ال a small من التنشن بيساوي الكمبريشن هنا بيحكي لك area steel في f-y بتساوي 85% fc' في a small في ال b طيب ال a area steel هي عبارة عن كم مش تروح تحط ستة ها بتحط أربعة طيب فبالتالي بتحط أربعة في f-y اللي هي ستين ألف في بتساوي point 85% fc' اللي هي ثلاث ألاف معطيني إياها في a small بدي إياها ال b طبعاً معطيني قيمتها هاي ثمنتاش ودي معطيني إياها 27 طيب فبالتالي ال b ثمنتاش طيب ال a small ايش بتساوي هون من هون طبعاً a small تطلع معهم 5.23 هايها طلعت معهم هون خلنا نأخذ القيمة من هون فبتطلع 5.23 هاي قيمة a small بعد ما اطلع a small لا تنسى تروح تشيك على phi عن طريق ال strain إذا من a small لازم اروح اطلع c فبقول ايه على b1 طبعاً هم لو ترجع لحالهم مش مطلعين c small ولا مطلعين strain تترنشين وفارضين phi بتساوي point 9 هي فعلياً تطلع point 9 ولكن تلازم تشيك على هاي الخطوة عشان تضمن إنها طلعت point 9 تمام طيب فال a small عندك 5.23 على ال beta 1 85 بالمية فهون بتطلع عنده قيمة c وبعد ما اطلع c بتيجي بتعوضها بال strain attention فبتقول d ناقص c على c في point o o 3 ايوة وبعدين بتطلع ايوة وبعدين بتطلع يطلع معك يمكن point 10 يطلع معك ايوة تقريباً point 10 فبالتالي بتطلع عندك هاي اكبر من point 0.05 وبالتالي مدامها اكبر من point 0.05 فانت عندك الفاي بتساوي point 9 يلا روح طلع في حالة اربعة نمبر تسعة طيب في ايوة بتساوي point 9 في الاريا ستي اللي عندي اربعة في اف واي اللي هي ستين الف في الدي اللي هي سبعة وعشرين ناقص ايوة خمسة فاصل اثنين ثلاثة اثنين ثلاثة على اثنين لو روحت حسبتها رح تطلع معك في ايوة كم مقدارها هم وحسبوها طلعت اربعمية وتسعة وثلاثين فيت دوت كب اربعمية وتسعة وثلاثين فيت دوت كب اذا نهاي باي حالة بحال انا عندي الاريا ستيل والله اربعة انش تربيع عملت كت اوف لاثنين بارس تمام طيب لو بحالة بدي اعمل كت اوف لكمان اثنين بارس انا بطلع بس فاي امنو منه هسا بعدين بطلع المسافات بس اخلص الفاي امنو منه بتقاتي طيب الكت اوف لامور تو بارس يوم وعمل كمان كت اوف لامور تو بارس معناته انا فعليا عندي اثنين نمبر تسعة اطаем 4 same i a 4 bag الب supporters회 poi كت اف رب Wand I lowered to word both وعلى مسافة معينة وفي لدي سنت نمبر 9 that would 붙 them in strong ايوة فبالتالي انا لازم اعرف الفاي امنو منن الاقل فيها امنو منه اللي هي l 2 number 9 ما سيكون؟ سيكون نفس التطبيق السابق بس ما سيكون هنا هي عمشة 2 تمام؟ بطلت 4 هنا سيكون هنا 2 فبالتالي هذه زماتها هي تطبيق سابقاً تطبيق الدرق ستطلب عمشة أم جديدة هنا سيكون هنا في عمشة F y برايم في اسمول في البي طلع الاسمول وفاي طبعا رح تطلع معك كمان مرة بوينت تسعة ايوه وشيك عليها اذا بدك لا تنسى خطوط التشيك على فاي بس انا هون ما بده شيك عليها خلاص انتو بتعرفوا شيكوا عليها طيب فبالتالي انتروح طلع فاي امنومنال وعوض ايوه فهم معوضوا وخلصوا وطلعونا فاي امنومنال القيمة تميتين وواحد وثلاثين في حالة الكت افلت المور تو بارز تميتين وواحد وثلاثين كيلو باوند دوت فيت تمام طيب انت هيك طلعت الفاي امنومنال في حال اثنين نمبر تسعة طلعت الفاي امنومنال في حال اربعة نمبر تسعة طب كمان خلينا يعني بالمرة انطلع الفاي امنومنال اللي هي الكلية الفاي امنومنال في حالة ايش الكلية يعني ستة نمبر تسعة والله ناس عندي ستة بارات نمبر تسعة اللي هي هاي اعلى فاي امنومنال لانو حكينا كل ما زادت اريا ستيل رح تزيد الكباسة اللي طيب بالتالي في هي الحالة ايش بتساوي بتساوي اي في اي خريبه في اي ناقصt على اي حاليا طيب طبعا' الى اي راح تطلع عندي كمان مرة بوين تسعة راح تطلعها الى اي ستيل هون كم اي الاس تاوي ستة تمام هو راح تستخدمها فهي ستة في ايش ستين الف في d ناقصt على ايها 27 والأي بتروح بتطلح بتخسمها على 2 وكل بتخسمها على 12 ألف تمام ايوه بس تخسموا كل ايوه على 12 ألف طلع معك 623 كيلو دوت فيت تمام فهي الكلية طب لو من يجي نرسم رسمة المومنت ونشوف البلوكات هسه عشان اطلع المسافات اللي عندي خلينا نرسم الرسمة ايوه وانا عندي هي كير في كامل طيب هذا الكير طبعا هو ممكن يرسموه بالكتاب لفوق بس عادي ما بتفرق احنا بنرسم على جهة التنشل تمام طيب انا في عندي القيمة تاعة الحلط كانت هنا لو بدي اروح اطلح من التربيع على ثمانية كم كانت قيمة التربيع على ثمانية التربية على ثمانية حول معطيكيها جاهزة اللي بتساوي خمس ونص في التربيع اللي هي 30 تربيع على ثمانية فخلينا بالله نشوفه طبعا مو مش مطلعين هون يمكن فخمس ونص ضرب 30 تربية على ثمانية فهي 618.75 يعني بتطلع طيب فخلينا نجي نحطه تحت ونشوف البلوكات اللي عندي طيب فأنا عندي هاي القيمتها 618.75 طيب أول بلوك كانت قيمته 231 يعني 230 يعني هذا البلوك كيك كله يعته 130 يعني هذا 230 تمام طبعا 130 هاي هون القيمة نفسة هون نفسة هون على الكيرف هاض نفسة هون على الكيرف هاض تمام فلأجل هيك أنا قاعد باستخدم المعادلة بس أجل تطلع لأنه هاي 130 جاي على الكيرف هاض تمام اللي هو الكيرف اللي باللون البرتقالي أو هاض هاض الكيرف في جاي هون النقطة فبالتالي بقدر استخدم معادلة هاض الكيرف يعني لأنها بتحقق المعادلة هاي النقطة المهم ما علينا نجي بس نكمل في عندي البلوك الثاني البلوك الثاني بالكباسة عندي بتزيد لأنها بتصير أربعة نمبر تسعة البلوك الثاني صارت الكباسة عندي فيه كم طلعناها طلعناها بالبلوك الثاني اللي هو أول واحدة طلعناها اللي 439 فبالبلوك الثاني 439 كانت القيمة والبلوك الآخير اللي هي 623 طبعا 623 أكبر من 618 فبالتالي أن تصميمي صحيح طيب طبعا هاي إيمال تمت ما فيش منها فايدة بس إلاك أنت تيجي والله تعرف أنه تصميمك صح ولا لا وفعليا تصميمك صحيح طيب نيجي هسا نكمل إحنا منطلع المسافات منطلع هاي المسافة مثلا المسافة من هون لهون تاعت والله البلوك البلوك هذا اللي فيه أربعة نمبر تسعة أي مسافاته يعني قد تقاطعه من هون لهون وهذا كمان اللي هي المسافتين اللي هي إكس وان وإكس تو إلو واضرحل من بعض بشوف هاي المسافة أشوف هاي المسافة اللي هي من هون لهون هاي المسافة تشوفه فخلينا يجي نركز اولش على فاي منومينال بتساوي 439 طيب ف439 هاي بايش بدأساويها بالمعادلة اي معادلة اللي هي تاعة W L على 2 في X وحكيت لك حفظها في W بناقص W X تربيه على 2 تمام هاي معادلة المومنت في حال كان البيم بهذا الشكل وعليه لود W موزع زي هيك طبعا لو اللود هاضه تغير رح تتغير المعادلة عندي فتروح تشترق معادلة جديدة طيب فهون انا عندي 439 بتساوي ال W اللي عندي 5.5 في L اللي هي قيمته 30 على 2 في ال X ناقص ال W اللي عندي هي 5.5 في X تربيه على 2 طبعا عندي هاي المعادلة وهاي معادلة تربيعية فتروح على المقال الحاسبة طبعا وبتروح بتطلع من خلالها ال Xات يعني يا على الآن الحاسبة يا بتروح بتطلعها بإيدك اللي ايش اللي بتريد تشتغل عليه يعني يشتغل عليه طيب فخلينا نروح احنا نطلح على الآل الحاسبة نشوفها السريع بس صبرك واري شوي خلينا نطلع القيم الآل الحاسبة بتطلع عندي القيمة الأولى بتطلع عندي في عندي قيمتين X1 و X2 بتطلع عندي والله X1 6.9 اثنين وال X2 بتطلع عندي 23 كأنه 23.08 تمام فاي X1 وال X2 طبعا دائما X2 بتحطها الطويلة وال X1 بتحطها 6.9 طبعا من وين هاي المسافات أيوة قلينا نجي نحطها هون مسافة هاي اللي هي من هون لهون هاي المسافة X1 والمسافة X2 من هون اللي هي من عندها لهون تمام فاي X2 لو طرحتهم إذن هاي عندك X2 اللي هي عبارة عن 23.08 وهاي كانت القيمتها 6.9 لو طرحتهم من بعض رح يطلع معك المسافة هاي من هون لهون هاي المسافة تمام فخلينا نطرحهم خلينا نجرب نطرحهم أيوة 23.08 ناقص 6.9 رح تطلع معك 16.16 المسافة 16.16 طبعا هاي 16.16 يوم تيجي بدك تمثلها على البيم مثلا هون خلينا نرسم لك رسمة البيم احنا حكينا بالنسبة لاثنين نمبر 9 رح يكون البار زي هيك طيب بعدين منيجي هسا من نحط اللي هني كمان اثنين اللي هني بسي مش هنصير أربع نمبر 9 أربع نمبر 9 منيجي بنحط البار والله هون هيك تمام هاي البارة طبعا هون منزيدها شوي زي ما حكيت لك هاي شوي منحسبها بعدين اسمها ايوة انت بهم مكان مسافة من هون لهون طلعت معي كلها 16.16 طبعا هاي المسافة من السنتر لازم تبعد 16.16 على اثنين من سنتر البيم ومن هون لهون 16.16 على اثنين يعني لازم تكونوا تساوية على الجهتين من ستر البيم تمام طيب هذا بالنسبة لأربع نمبر 9 طب بعدين بالنسبة لآخر واحد اللي هو يوم بلاك تحط كمان اثنين والله هون آخر شي بلاك تحط من انت اثنين هون اللي هي مثلا بهاي المنطقة فبالتالي بتيجو تحط هاي هون هون تجو تحط هون ايوه طبعا بغض النظر ممكن تحطهم على اثنين ليار ثلاث ليار حسب البيم المصمم عندك حسب ابعاده طيب فانتي هون هيك بدك تحط هون فبدك تحط هون آخر اثنين اللي هي المنطقة اللي بيكون فيها ستة نمبر تسعة تمام فبدك تحسب هاي المسافة من هون لهم بنفس المبدأ بس بتيجي بتطبق على اياها بتطبق على هاي اللي هي الفاي المنومنال اللي بتساوي 231 طبعا عفوا هون أنا خربطت بس بشغلة هاي ال 16 و 16 على 2 للمسافة هاي احنا فعليا حسبناها للمسافة الصغيرة تمام لهاي المسافة اذا هاي ال 16 و 16 تمام المسافة الصغيرة حسبناها 16 و 16 كامل اللي هي المسافة اللي لو أنتها سبلون الأحمر أما المسافة اللي ظلت هاي احنا بنا نحسبها هسا من phi in nominal بتساوي 231 تمام تاعة اللي هي النيل 2 number 9 تاعة البارات 2 number 9 تمام بس هاي عدلوها عندكم طيب فبتيجي هسا الآن بتيجي بتقول phi in nominal اللي هني بتساوي 231 على القانون بتساوي WL على 2 في X ناقص WX تربيع على 2 وبتحوضهم طبعا وبتروح بتطليحنا على الحسبة وكم بتطلع معك القيم اللي عندك رح تطلع معك قيمة ال X1 26 هي طلعت على الحسبة 26.87 وال X2 تطلع 3.13 طبعا كسن انت يعني القيمة الكبيرة داما نحطها X2 يعني هاي X2 خليها مثلا هاي X1 تمام يعني مش مهمة المهم ان X2 هي قيمة الكبيرة وال X1 هي قيمة الصغيرة طبعا لو طرحتهم هسا من بعض رح تطلع معك هاي المسافة اللي هي هاي المسافة على الرسم هون مسافة هاي تمام اللي هي المسافة من هون اللي باللون الأخضر لعند هون اللي هي هاي تمنى تكون واضحة أما بالنسبة للمسافة اللي قبلها احنا فعليا طلعنا هاي المسافة مسافة الصغيرة ماشي وهذه المسافة كانت 16 و 16 الان احنا من طلع المسافة هاي الأكبر منها خلينا نروح نطرحهم على الحسب نشوف القيمتين اللي هم X2 ناقص X1 فانا طلعت عندي 26.87 ناقص 13 يطلع عندي المسافة كلية 23.74 اذا 23.74 هاي بدي اسلح عليها كم بدي اسلح عليها 4 سياح حديد هاي 23.74 تمام فانا فعليا رح يصير عندي الشكل هيك لو بدي ارسم لكم الرسمة مرة ثانية عشان تتوضح الصورة انا في عندي هاي الرسمة وفي عندي هذا هيك في عندي البلوك الاول هيو هيك البلوك الثاني فوقي والبلوك الاخير فوقي بهذا الشكل طيب انا عندي المسافة من هون لهون تاعت الاربعة نمبر 9 اللي بدي اسلح عليها كانت 23.74 وبالنسبة للمسافة الاصغر منها هي عبارة عن 16 و16 وزي ما حكيت لك هذا طبعا بيكون عندك سنتر البيم لانه سنتر البيم بتكون عنده الام التيمت اللي هي اكبر ام او اكبر فاي امنومنال بتكون عندها وبسنتر البيم بيكون عندي اكثر عدد بارات اللي هنا ستة نمبر 9 تمام ايوة فهاي المسافة اللي هي 16 و16 طبعا على اليمين واليسار بتكون متماثري يعني هاي 16 و16 على اثنين وهاي 16 و16 على اثنين زي ما حكيت توني ايوة لازم تكون متماثري هاي المسافة هاي بسلي عليها كم ستة نمبر 9 لانها جاي على قاعدة المربع تاعة ستة نمبر 9 تمام اما بالنسبة ل23.74 بسلي عليها اربعة نمبر 9 وبالنسبة للمبيم كامل بسلع عليه اثنين نمبر تسعة وهيك انا بكون بالاجزاء هاي الفاضية اللي زي ما حكيت لكم عنها سابقا بوفر فيها كمية حديد ويوم بتحكي مثلا عن خمس ست سبع ثمان بيمات هو انتبه هاي الحالة توفرت كمية محترمة يعني من البيمات او من الحديد عفوا ايه وفين توفرت كمية محترمة من الحديد وهي الكمية بتوفر عليك تكاليف وبس هذا هو كان موضوعنا لليوم اتمنى تكونوا استفدتوا اتمنى تكونوا فهمتوا شو يعني توقيف حديد التسليح وانه كيف بوفر علي كمية حديد وهي مش تكون يعني تعرف حل السؤال وكيف يعني انا بطلع هاي المسافات وهي المسافات شو بتمثل هاي المسافات بتمثل المسافات اللي راح اوقف عندها حديد التسليح اللي طلعناها زي ثلاثة وشرين فالسبعة اربعة وستاش فالسطعش طبعا هاي المسافات ممكن يطلبها منك بالسؤال او ممكن يطلب منك بالسؤال بس اكس وان و اكس دو يعني طلع له اكس وان و اكس دو وخلص لا تطرح X2 من X1 عادي فحسب السؤال بالنهاية انت طلعت من هذه المحاضرة بتعرف شو معنى توقيف حديد التسليح بتعرف انه انا بدي اقلل كباسيتي ايوه عشان اقلل الكباسيتي بقلل من حديد التسليح ايوه وين بقلل الكباسيتي بقلل الكباسيتي بالمناطق اللي فيها يعني M Ultimate قليلة اللي هنه المناطق القريبة من السبورت اذا بتلاحظ فيها M Ultimate قليلة فبالتالي انا ما بدي FI M Ultimate لتكون كبير كثير اكبر منها بكثير فبالتالي بروح بقلل حديد التسليح وبكسب تكلفة تمام ايوه وعرفنا طبعا كيف نطلع FI M Ultimate لحكيت لك اهم مش تركز يوم يقول لك cut off 2 فبتشير 2 فبالتالي بتصير عندك مثلا المساحة لو كانت 8 نمبر 10 ايوه وقال لك cut off 2 فبتصير عندك 6 نمبر 10 تمام فبالتالي تروح تشتغل على هاي المساحة على 6 نمبر 10 وبتروح بتطلع FI M Ultimate لها تمام ولو قل لك cut off كمان مثلا ثلاث لو قل لك من الست هذول كمان cut off ثلاث فبتصير عندك 3 نمبر 10 وبتروح تشتغل على FI M Ultimate لها تمام هاي الأصغر واحدة فيهن بتسلح على طول البار او عطول البيم عفوا اما بالنسبة ل 6 نمبر 10 بتسلحها على مسافة معينة اللي هي المسافة اللي رح تطلحها من هاي وبعدين الثمانين نمبر 10 رح تسلحها على المسافة اللي بتطلحها من هون تسلح البيم تمام وبس هيك والله يعطيكو الف عافية اتمنى تكونوا استفدتوا واذا استفدتوا حطونا لايك اشتركوا في القناة حطونا تعليق حلو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وانشارا نلقاكم في الجزء القادم في شرح الديفلوبمنت لينكث